عايز اتكلم عن وفاة رمز من رموز النضال والوطنية في مصر كل اهل السويس عارفينه كل اهل السويس عارفينه بالاسم كبار وصغار رأي انه راجل كبير في مكانه وكبير في سنة ما وليد سنة 25 عنده 96 سنة حمى السويس لما انكسر الجيش ده مش كلامي ده التاريخ الشيخ حاف السلامة الشيخ حاف السلامة تحبه او تكرهه تتطفق معاه او تختلف معاه هو قامة وطنية مصرية لا يزيد عليه احد الشيخ حاف السلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس اتولد في ديسمبر سنة 1925 وتوفي بالامس في ابريل 2021 بدأ تعليمه بكتاب الحي ثم التعليم الازهري ثقف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة عامل في الازهر الشريف واعزا فين في الازهر الشريف عين مستشار لشيخ الازهر لشؤون المعاهد الازهرية رفض الهجرة من مدينة السويس الاسناء الحرب العالمية التانية وشارك في حماية المدنيين وتطييب الجرح دعم المقاومة الفلسطينية وعمل على توفير السلاح لها وشكل فرقة فدائية لمهاجمة القواعد الإنجليزية في السويس اعتقه له جمال عبد الناصر وفضل محبوس لحد سنة 67 اسس جمعية في السويس شاركت في الكفاح ضد اسرائيل في حرب الاستنزاف شكل جبهة دعوية لرفع معنويات الجيش المصري ما بين النكسة وانتصار اكتوبر قاد عمليات المقاومة الشعبية في حرب اكتوبر ونجح في صد العدوان عن المدينة عارض زيارة السادات للأوتس ورفض كامب ديفيد وتم اعتقاله وافرج عنه بعد اغتيال السادات شارك في صورة 25 يناير وانضم الاعتصام ميدان التحرير حتى تنحي مبارك ايد الثورة السورية والثورة الليبية وتوفيها متأثر بكورونا مبارح في يوم او في مساء 14 رمضان ده الكلام الرسمي تعال نشوف الكلام الشعبي هذا البطل في مخيلة المصريين بطل بطل مصري حقيقي ما تقدرش توصف حاف السلامة باي لفظ غير انه بطل حتى لو اختلفت معاه او اختلف مع توجهاتك الكاتب الصحفي الاستاذ جمال سلطان كتب من ست ساعات قال في وداع الفارس حاف السلامة توفي امس البطل المصري الشيخ حاف السلامة قائد المقاومة الشعبية المدنية في حرب اكتوبر احد ابطال حرب الاستنزاف متأثرا باصابته بكورونا الرجل الذي حمل عاصمة وازل شارون وسطر هزيمة العسكر احكينا الحكاية الشعبية تعالوا اسمعوا عشان تعرفوا مين هو حاف السلامة وقدروا قال كان العدو بقيادة الجنرال ايريل شارون قد نجح في اقتحام خطوط الجيش غربي القناة في صغرة الدفرسوار ونجح شارون في صحق قوات العقيد محمد حسين طنطاوي في الكتيبة 16 الفرقة 16 وحوالها لباسكاويت كما يذكر جمال سلطان وبيقول تم سحب القائد المهزوم اللي هو محمد حسين طنطاوي وبقايا قواته المحطمة الى التل الكبير ثم توجه العدو بمضرعاته جنوبا للسيطرة على مدينة السويس بوابة القاهرة ولو دخلها وسيطر عليها لأصبح الطريق امامه الى القاهرة مفتوحا وسهلا حصر العدو المدينة بالدبابات واعلن القائد العسكري المصري لها سقوط المدينة عسكريا ورفع محافظها محافظ السويس رفع المحافظ العسكري الرايا البيضة واعلن قبول تسليم مدينة السويس للصهاينة فامر الشيخ حافظ سلامة بانزال الرايا البيضة وتمسيقها وصعد الى مأزنة مسجده وكبره حي على الجهاد وجمع شباب السويس المدنيين وما تبقى من افراد الجيش والشرطة واعاد توزيع السلاح وتنظيم السفوف وبس روح الجهاد وخاط حافظ سلامة واللي معاه من المقاومة الشعبية معاركة مستحيلة مع قوات العدو الاسرائيلي دارت ملحمة تاريخية خسر فيها العدو الصهيوني سبعة وستين دبابة على ايد المدنيين المقاومة الشعبية وخسر عشرات القتلى مما اضطر القائد العسكري ايرييل شارون للانسحاب وبقيت السويس حرة طاهرة منتصرة مرفوعة الرأس ظل مبارك يكره تلك المدينة الباسلة ويحتقرها لانها تذكره بتاريخ لا يحبه كما قام باختيار القائد العسكري المهزوم محمد حسين طنطاوي قائدا للجيش المصري كله بعد ان ترقى لردبة المشير وكانت السويس اكتر مدينة مصرية تعرضت للقمع والقتل والتنكيل من قوات مبارك في صورة يناير كأنه بيسأر منها كتب الفريق اول سعد الدين الشازلي رحمة الله عليه رئيس اركان الجيش المصري في حرب اكتوبر مقدمة لمذكرات الشيخ حافظ اسنى فيها على جهاد الشيخ وقيادته للمقاومة الشعبية وسجل بقلمه بطولات الشيخ كما كرموا الرئيس السادات في البرلمان ومنحوا نجمة سينة اعلى نوت رسمي في مصر ثم عرض عليه ان يتولى منصب محافظ السويس فاعتذر الشيخ حافظ وعد الى مزرعته ودعوته حافظ سلامة عاش زاهدا تقريبا طعام الطمر والماء كان ضئيل الجسم عفي الروح صاحب هيبة لم يترك ثورة من ثورات الربيع العربي الا ودعمها وايادها سعد اهل الغزة في الحصار وزهب بقوافل دعم لصور ليبيا وناصر الثورة السورية وكان في القلب من ميدان التحرير حافظ سلامة حدوطة مصرية تظل ترويها الاجيال ورغم تعامل تجاهلها في الاعلام او من الاعلام الرسمي المصري لانها تذكر الجميع بان الجيش عندما انكسر كان الشعب المدنيون في ظهره يحميه ويقيله من عثرته وينتصر له وينتصر له رحمه الله ونور قبره واكرم نزله وتقبله في الصالحين دي صورة قائد المقاومة الشعبية الشيخ حافظ سلامة اللي ادر بالمدنيين من ولاد السويس والعسكريين اللي فضلوا من قوات محمد حسين طنطاوي اللي انهزم ادر يهزم اسرائيل وادر يحافظ على السويس وادر هو ولاده يكبدهم خسائر في تبت الشجرة وادر يحمي القاهرة من دخول القوات الاسرائيلية اليها ترحموا على الشيخ حافظ ترحموا على المدني اللي اقال عصرة العسكريين ده الدور اللي هم مش عايزين عايزينك دايما تقول هم اللي هيحمونا واحنا مش هنقدر بينما بنقدر ادرنا ادرنا هناك في السويس وادرنا في كل حطة في مصر لما فتحتوا السجون وطلعتوا علينا الجنائيين والمجرمين ادرنا وان شاء الله هنقدر نحمي البلد دي بعيالها بولادها المخلصين مش بالخوانة واللي بيقتمروا من برها رحمات الله او رحم الله كل من مات وفرج اسر كل من اسر ربنا يكون فعون البلد ربنا يكون فعون مصر ترجمة نانسي قنقر